أثناء تمضي قدما في خطتها لميزانية العام المقبل شبه المتوازنة متجاهلة اعتراضات من المقرضين الدوليين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يزعمان أن أثناء ستتخلف عن هدف عجزها 0.2% نتيجة خطة الاستردادة الجديدة لليونانيين الذين ضربهم التقشف وعليهم قروض للدولة الحكومة اليونانية مع ذلك تمسكة بالتوقعات في خطة الميزانية المنقحة لـ 2015 والتي قدمت إلى البرلمان من دون موافقة المقرضين وهي أول موازنة شبه متوازنة في أكثر من ثلاثة عقود